مولانا يعني كما حضرتكم أشارتم أني لانا أسوى حسنة في سيدنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان سيدنا صلى الله عليه وسلم يعطقوا لذي حقا حقا وأخذ من النقطة دي نقطتين من نسبة لبعض بقات العمل المضراء بيرأي مثلا على حساب مثلا الثقة أو اللي بتتأخذ انطباعة معين بتقال عليها اللايك والديسلايك مش على معيار الخفاءة وده بيسبب لبعض المرؤوسين نوع من أنواع الإحباط والنقطة التانية فضلتك أني اللي بيكون بعض التقييم لبعض المضراء بيكون على أساس احتياجات شخصية غير برى بيئة العمل بيطلبها من المرؤوسين وبيعتبرها أنها حق مكتسب لي وممكن على أساسها يتبع سياسة لأقاف في العمل وفي بعض الأوقات ممكن يرفض الشخص ده من العمل نفسه ولذلك بنقول النصيحة النبوية وهي تخاطب هذا الرئيس غير العادل اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن حل هذا هو توجيه هذه النصيحة إلى ذلك المدير أنه يا أخينا أنت هتسأل أمام الله سبحانه وتعالى عما تفعل من رعيتك فكل راعي مسؤول عن رعيته وفضل يورينا الرعاية دي موجودة في كل شيء ومنها هذه الحالة وعلى كل حال قدامك فرصة إذا صدر منك ما رأيته انتقاصا من مرؤوسك أو ظلما له عوضوا وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن يعني ما تحملش عليه إنه هو كده وبس وكده لا وإنما قالوا لئيني ولا تغديني يعني طريقة وصول المعلومة أو القرار له أيضا في هذا المجال له مكانة وكله محسوب عند الله طيب نشوف في أسئلة هنا تفضلي ترجمة نانسي قنقر